السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن وصلنا لمرحلة الواجهة الرسومية لجماعة من؟ لجماعة الهوم في الهوم أكيد أنا أريد أعمل لي واجهة الرسومية مثلا أقول Welcome to Employ Database مثلا Using SQL SQL SQLite تمام؟ بهذا الشكل هنا أجي أحذفها هنا أحتاج إلى خلي نقول مثلا blessed item طبعا وهنا أحتاج إلى مجموعة أشياء مثلا أكتب هنا أنا Ionic Ionic Navbar Icon نحظ هنا يطلع لي Navbar هذا ما تأتي في كتابة ما نجي على السلام نجي على الناف بار لاحظ هذا هو الثاقات الناف بار لازم يكون في داخلها بهذه الصيغة واحد أخر راح اعمل واحد لي مثلا للآد فاحتاج الى ايضا ايو نيك ايكون هنا اكتب مثلا آد اه اتظهر عندي تمام هذا اعمل اكوبي اضيفه هذا للآد واحتاج واحد اخر رفرش مثلا في حالة اذا احتاجت الى رفرش رفرش لقائمة رف هذا رفرش تمام هذا اخذ كوبي ممكن هذا او هذا بكيفك انت رفرش هذا راح يكون من اد امبلوي صح وهذا راح يكون رفرش مثلا رفرش فنكشن تمام اللي رفرش فنكشن لاحظ تجد تاخذ هذا كوبي سيف وضيفته انه لوما تجي تعمل ادت تحتاج تعمل رفرش هل هو فعلا نعمل ادت ولا لا لان ادت تكون في صفحة اخرى تستطيع انها تعمل لك رفرش فنكشن بسي جدا فكرة رفرش فنكشن هو نفس الفكرة تكيد داتا اوكي نفس هذا الفكرة انه لما نضغط على هذا البوتون يحصلنا على المعلومات بس هذا هو او ممكن هذا تضعها الـ تكيد داتا ممكن تضعها في داخلها عادي جدا برحتك حسب تريدية او ممكن تضع فنكشن في داخل فنكشن او مثلا هو فنكشن نفسه تنادي مرة اخرى هنا لا حاجة اللي اعمل فنكشن اخر بالطريقة اللي اعجبك طيب هذول اثنين انا احتاج انه اعملهم بعدين اجي انه احتاج الى مثلا خلينشوف ايكون ايونيك اه خلينشوف ايونيك فريمورك كومبوننت لست هذا هو الاست ايثنك اوكي الاست دفايدر الاست هيدر هذا اللي دائما نستخدمه يوه افاتار الاست افاتار الاست حالو اجي هنا في الـ تبعا اكيد في المحتوى اجي اضع الاست احتاج لكل موظف يكون عند صورة اه وهذه الصورة راح اعمل مبدئيا صورة اعطياد ااخذ مثلا person icon ping person icon ping image خلينشوف مثلا كيفك مثلا ممكن اختار هذا اوكي نجي نعمل لها save ونحفظ هواين على سيب المثال في الدسكتوب هذا دسكتوب save نجي على ملفات المشروع نجي على السورس في السورس اكو شيء اسمه asset نجي هنا نعمل find in folder ops لا assets نعمل لنا folder هذا الفولدر اسمه مثلا img image مثلا وهذا img اعمل لها right click open containing folder طلع لي المحتوى طيب هنا عندي image استطيع انه لو رجعت هنا لحظة اعمل right click open new tab هذا افتح اجي على desktop مثلا اين هي الصورة هذه الصورة اعمل copy اجي على image اعمل هنا paste هذا اجي اغير اسمه مثلا اسمي person تمام اعمل person هذا الايكون الان موجود مفروض في المشروع لو اجيت على close close لو اجيت على المشروع لاحظ الصورة تم اضافة المشروع هنا احتاج انه اجي اعمل وين right click copy path واجي على source واعمل paste احتاج امم اسمه مجرد احتي اكتب السفل السفل الاسمه وي اعمل الاسمه الاسمه امم احتي مجموعة اشياء اضافة وهنا طبعا في البداية هنا سلايد أه، ليش الكلاكنا نختارين؟ السلايد يكون أفضل هذا.. هذا هو الليست اللي نبحث عنه ليش؟ لان حتى نضع فيها الـ bottom مثلا الـ edit والـ delete خلينا نشوف هنا هذا هو الـ image نضيفه هنا تمام؟ والباقي لا حاجة له تمام؟ هذا إحنا نجي نعمل نجي فور نجي فور مثلا نجي فور لت برسن أوف داتا من هو الداتا لا تنسى هذا هو الداتا الذي راح يدخل في الداة بايز ورح يبدي يضع هذي القيام في داخله let person of data بعدين نجي نضيف القيام مثلا هنا عدنا H2 ممكن نضعهم على شكل H2 طبعا وممكن نضعهم على شكل H3 أو P مثلا هنضع هذا P هذا H3 تمام لاحظ H3 P P هذا ايضا هنا مثلا P P تمام ما هي الاشياء اللي عدنا عدنا ID عدنا name مثلا ناخذ هنا ال name وهنا رح يكون last name هنا رح يكون age هنا رح يكون عندك gender هنا رح يكون salary وأيضا نحتاج date تمام I think date طبعا اهان خلن نضع هنان ID مثلا وهنا نذكر ال date ال date ايثنك اكو اكو شيء اسما خليشوف اذا كتبنا ionic pull write خليشوف في اشياء يعني نو ممكن انو انت تعمل pull write بال شو هادا وين ال documentation في عدنا في عدنا component i think اهنا لو نيجي نشوف ال hearter اه اه صحيح اهنا طبعا ممكن انو انو انت تبايي يمكن أن تغيير من لون البار بس هذا يجب أن يكتب هنا Ionic 2 أو Ionic 3 على سبيل المثال نحن ندلين أن نستخدم Ionic 3 Header bar pulling some butter to right هذا موجود يمكن هنا Pull right غريبة أعتقد خلي نشوف هنا أنا nav bar color أصور يمكن تكتب color يساوي red مثلا هالشكل لا ليست هذه طيب خلي نرجع للدوكمنتيشن يكون أفضل لو نيجي على البوتون هذا البوتون لو نيجي على الأسفل لاحظ color light color danger خل نستخدم هذا color danger لمن؟ ل ال Header بهذا الشكل أوكي نيجي على المثلا هنا في الهدر وضعنا color لو يجينا هنا نشوف مثلا لدينا let person of data طبعا طبعا هذا راح يكون data dot name data dot l name data dot age data dot gender data dot dot data date date تمام بهذا الشكل data dot date نعمل هذا save طبعا لا تنسى هذا لازم يكون داخل أقواس المجموعة لين هذا angler فلازم نضعها في ضمن التمبلت أقواس المجموعة angler for template بهذه الصورة الجميلة طيب هنا احنا عدنا في اثنين نوعين من البوتون في عدنا بوتون بالليفت السايد هو الليفت وفي عدنا الرايت تمام بوتونين هو واضح أنا أحتاج بوتون واحد فقط هذا راح يكون هو edit هذا راح يكون هو delete تمام نعمل هنا save ونشوف time خلنا نوقف نكمل درس القادمة